بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل عرض الـ styles CNC Tuning Center ونعرض للنوع ونرى ما هي الأجزاء المكونة هنا لدينا الـ headstock وعندنا الـ وعندنا الترات كان هناك جزء هنا ليس موجود نجد أن هنا No Tail Stock بنيجي نقول ما هي الأكسيز الأكسيز اللي بتتحرك فيها المشين فنجد برضو أن عندنا الـ x-axis وهو controlling the diameter برضو فيه x- وفيه x-plus وعندنا z-axis اللي هو controlling the length فبيقول لي أني أنا عندي لو ففي z-axis I'm moving toward the chuck and x-axis if I'm moving away from the chuck بعد كده بيقول لي z-travel is usually quite short ليه z-travel is usually quite short لأنه بيقول لي أنا هنا ما عنديش tail stock there is no tail stock فيبقى إذن لابد أن الـ work piece تبقى short فعشان كده هتبقى z-travel is usually quite short كده نكون وصلنا نهت هذا المقطع نراكم إن شاء الله في مقاطع أخرى السلام عليكم ورحمة الله